بسم الله الرحمن الرحيم هنحل مع بعض الوقتي الإيميلات صفحة 40 الدرس الأول بتاع الرياضة والألعاب الرياضية من الوحدة الأولى الصف الثالث السنوي صفحة 40 كتاب ميرسي تمام؟ السؤال الأول هنمسك سؤال سؤاله السؤال الأول بيقول كالوس باك كولكتيف تيفي أي رياضة جماعية أنت تمارس هنقول مثلا نقولها بالعربي الجملة الأول وبعدين نحاولها فرانساوي أنا أمارس كرة القدم يبقى هنقول ج في نفس التصريف بتاعي أمارس مع تي و ج نفس التصريف ج في دي فوتبال أنا أمارس كرة القدم تمام؟ ده السؤال الأول بقول لاحظ برضو أنه إحنا نستخدم الأداة صح هنا الرياضة مذكر أو رياضة كرة القدم مذكر استخدمنا معها دي سؤال الثاني بيقول أين أنت تمارس هذه الرياضة؟ أو بمعنى أين طب أسك معناها هل بس هنا لما بتيجي بعد أدوات الاستفاهم ولا كأنها موجودة بتيجي عشان تعدل الجملة تخليها فاعل فعل مفعول يبقى هنا مش أن ترجمها أصلا هنقول هل بردون هنقول أين أنت تمارس هذه الرياضة؟ هالرد أنا أمارس هذه الرياضة مثلا في النادي يبقى أنا أمارس هذه الرياضة؟ ها نقول مثلا وإنت مع يعني ملحوظة كده ممكن نقول في أكتر من سؤال بعدات الاستفاهم كأن بينفع تمام؟ متى مثلا أنت تسافر إلى باريس؟ متى أنت تلعب كرة القدم؟ متى أنت تزور أجدادك؟ تنفع كلمة لويك أنت مع أكتر من رد مع كام تمام؟ ده الإيميل الأول الإيميل الثاني بيقول كالس بورنوتيك تو بغاتيك؟ أي رياضة مائية أنت تمارس؟ فهنرد على السؤال سؤال أي رياضة مائية أنت تمارس؟ هنقول مثلا ج بغاتيك ونشيل منها الاس لاناتسيون عشان بغاتيكي بياجي وراء أدوات معرفة فهنقول لاناتسيون ج بغاتيك لاناتسيون أنا أمارس السباح طب السؤال الثاني بيقول كمبيان دفوا تتنترين بخ سمين؟ كم مرة أنت تتضرب يومي أسبوعيا؟ هنرد نقول مثلا أنا أتضرب ثلاث مرات يبقى ج وهنحول التو أبوستروف إلى أم أبوستروف ج منترين ونشيل نقس طبعا من فعل أنترين ج منترين تلاتة ممكن نكتبها كده أو ممكن نكتبها تغوى مش هتفرج يعني اللي نيسي كلمة تغوى كده يكتبها بالأرقام بدل ما يغلط بالحروف يكتبها بالحروف ويغلط فممكن تقول تغوى بكده بالشكل ده أو ده وتقول بعدين فوا تغوى فوا ثلاث مرات سؤال الأخير ماذا يلزمك لكي تمارس هذه الرياضة هنقول مثلا يل فوا يلزمنا أم يو دو بان أم يو دو بان اللي هو إيه ملبس السباح أم يو دو بان كده كده الإيميل الأول أو الإيميل التاني انتهى خلاص الإيميل التالت بيقول كاندسك تي فا على منتاني متى أنت تذهب إلى الجبل؟ هنرد نقول جو أنا أذهب هيتغير التصريف بتاعه هيبقى جو جو على منتاني أنا أذهب إلى الجبل قولنا فيه كلمة بتنفع مع الكاند أكتر من مرة اللي هي لويكند عشان رايح نفسينا يعني تمام يبقى جو على منتاني لويكند أنا أذهب إلى الجبل في نهاية الأسبوع السؤال التاني بيقول كالاكتوفيتي تي بغاتيك دان سل يو أي النشاط أنت تمارس في هذا المكان؟ هنقول جو بغاتيك أنا أمارس مثلا وليكن تصلق الجبال الإسكالات واللاحظ أنه بغاتيك هنشيل منها الاس طبعا عشان مع الجو بناخد أ النهاية أ وهنستخدم أداة المعرفة إلا بصطف لأنه مبدوء متحرك طيب السؤال التالت بيقول كالي أو بغدون كالسان لازيكيبما د ما هي المعدات لهذا النشاط؟ ممكن نقول يلزمنا أو يلزم يعني إيه اللي ممكن نستخدمه لرياضة تصلق الجبال؟ أشهر حاشتين اللي هما إن كورد حبل إيه و أن كاسك كاسك يعني خوزة كورد مؤنس صوبق بإن وكاسك مذكر صوبق بأن لازم الأدوات يا شباب إذغاً، إل فو إني كورد 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 إني كورد